تعالوا إلي مش عقيدة ولا الدين تعال المسيح كي تجد الراحة الخلاص راحة الضمير يمكن ضميرك معزب مش عم ترتاح مش عم بتنام الليل عايش بخوف عايش بقلق في ورطة في معاناة في مأساة خايف من كارثة تحدث شو راك تيجي للرب يسوع اللي بيعطيك راحة الضمير وهذا الخلاص بيقود إلى الخدم احملوا نير عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب أوليس عجبا أحبائي طبعا القصة في التقليد تتكلم عن يسوع أنه كان بيشتغل نجار والكلمة طبعا هي في لغتها الأصلية بتعني نجار وبتعني هان ديمان أنه الشخص اللي بيشتغل بأيديه يعني اللي بيعمل كل شيء فعلى الأرجح كان بيشتغل نجار وحجار يعني في في البناء لأنه كان في بلد رومانية مشهورة جنب الناصر اسمها سيفوريس بالعرب اليوم اسمها صفورية وكان بيشتغل كان بيشتهر يسوع المسيح لأنه كان بيعمل بالخشب البرفكت النير البرفكت بقول نيري هين يعني سهل مش معقد يعني بيزبط بيركب على ظهر الثور بدون ما يأزي الظهر بدون ما يتعب الحمل خفيف فالكلمة هين سهل فحمل المسيح فكان على ما يقال أنه كان يشتهر بصنع جارة منها النير اللي كان بيشتغل في طفولته كنجار وكمان قال يسوع أنا هو الباب كان بيعمل البرفكت الأبواب البرفكت ومين كان يظن أنه عم بيتكلم عن نفسه بيتكلم عن النير الهين بيتكلم أنه هو الباب هنا أحبائي فعلا نقطة الالتقاء تعالوا إلي مش الأسماء الرناني والطناني مش الفرسيين أو المتدينين مش الأبرار في أعين نفسهم جاء لمنكسري القلب جاء ليعالج ويبشر المساكين جاء ليبحث عن الفقراء ليبحث عن الناس التي تعاني بكل أنواع المشاكل اللي ضربتها الخطيئة من انفصال وبقص وشقاء ويأس فجاء ليعطي الحرية جاء لي يدعو الناس اللي هي فعلا يعني مرت النفس اللي هي بعيدة عن الرب اللي محتاجة إلى إلى الخلاص